بالتأكيد حادثة التسمم التي شهدتها محافظة أبو عريش قبل أمس وامتدادا إلى أمس حيث بدأ من ليلة قبل البارحة مستشفى أبو عريش في استقبال المصابين بحالات التسمم واستمر المستشفى باستقبال الحالات إلى ليلة البارحة ربما نستطيع أن أقول أن أكثر من مئة شخص دخلوا مستشفى أبو عريش العام مصابين بحالات تسمم ولكن أستطيع أن أقول لك الآن أن جميع الحالات تماثلت للشفاء والله الحمد وغادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية وأيضا الملاحظة السريرية حيث باشرت الجهات الصحية تقديم الرعاية الصحية اللازمة ووفق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم تنويم بعض الحالات السريريا ربما لبضع ساعات فقد ثم غادرت هذه الحالات جميعها المستشفى ومنذ البارحة وحتى الآن لم يستقبل المستشفى أي إصابة جديدة أو أي حالة جديدة